اشتركوا في القناة اضافة الواجهة التشغيلية الاموشن 5 الاسكن اللي شفناه على الميت 9 واللي تعدلت به كثير من الامور بالنسبة للواجهة التشغيلية لهواوي بحيث شفنا انها تدمجوا قائمة الاشعارات وقائمة الاختصارات السريعة في نفس القائمة وصار الهاتف نظام الهاتف والواجهة التشغيلية للهاتف صارت اقرب للاندرويد الخام والاندرويد الحقيقي اكثر من الواجهة القديمة لهواوي عموما خلونا نستعرض بشكل سريع جدا مواصفات هذا الهاتف الهاتف رح يجي مع شاشة بحجم 5.2 انش وبدقة فل اش دي نفس شاشة البي ناين لايت من ناحية الدقة ومن ناحية الابعاد ايضا رح يكون عليها معالج 655 كيرين وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين 16 جيجا بايت اضافة الى ذلك رح تقدر توسع الذاكرة من خلال ذاكرة خارجية او شريحتين اتصال الهاتف ايضا يحمل كاميرا امامية 8 ميجابيكسل وخلفية 12 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.0 ايضا بطارية 3000 ملي امبير غير قابلة للازالة ولا تدعم الشحن السريع مع بصمة من الخلف مع حركات هواوي المميزة في البصمة الهاتف يجي باللون الابيض والاسود والذهبي ورح يتوفر بسعر 250 دولار بنهاية شهر يناير من هذا العام شبيه الى حد ما بهاتف البي ناين لايت من ناحية المواصفات لكن غيروا في المعالج وحطوا الاندرويد نوغا مع واجهة الاموشي نيو اي فايف من هواوي وهذه اشياء جميلة جدا تقدمها هواوي وخلطة جميلة تقدمها بسعر رخيص الى حد ما عموما في ناحية الفيديو اتمنى ان تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي واذا عجبكم الفيديو تنسون لايك على الفيديو واضافة الى ذلك اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب حتى توصل اخر فيديوهاتنا وتحياتي يا اخوكم محمد الحداد حمالا